نبدأ الاسيشان 3 اليوم إن شاء الله نحن بمعارة فاتت خلنا سيبنا بعض حاجات اهم حاجات فيهم كانت الهول وزارد نحن بمعارة فاتت نبدأ نعمل عندنا مثلا من ترابيزة معينة وعليزين نحط فيها مصمار بفتحة معينة عايزم نعمل له فتحة المصمار نستخدمها بالهول وزارد نحن بأخر حاجات نحن بإتفضل نجيب جير نجيب بيرين نجيب أي حاجات من نحن نستخدمها كيف عشان بكرة ان شاء الله نشوفها في الاسملي نجمع الجيرز زي مع بعض وكدا في حاجة تانية احنا هدى تانية برضو ان شاء الله معانا من نهاردة بس نشوف ايه في حاجة فى الاول احنا لما كنا منشتغل على طول كنا بنعمل نيوبارت عادي كنا وحداتنا كلها ملي متر تمام كما بدأتى تانية اول مرة خالص وقفتلي قد كان حواليا المتر تمام من التحت من دى من التحت دى مهم حانا قولها الوقت و احنا شغالينا عادي كنا شغالينا على طب الملي متر فعلى احوالي حول الدخمة للمتر و بنصدق على الملي متر وحلقي فتحني ممكن اخليها ايه خليها مثلا متر في سنتيمتر فيه بالمتر ايه ممكن لو تذكيت على متر يبا كده دوكمان دي كلها معي ايه بالمتر تمام شباب بس كل مرة لو عايز افتح فيها مشروع جديد وعايزه بالمتر لازم اعمل الحركة دي بعد كده في الاسمبلي بعد كده احنا لما نفتحه عايز افتح برض وعمل بارت جديدة او اعمل اي حاجة جديدة لازم اعمل الحركة دي ليه علشان هو الصليد ورق كان تبرمج في الاول خالص فاول فتحه له للبرنامج كان متبرمج على الملي متر وصله لكو ولا تخطو مني تاني 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 بص ان دلوقتي حامل كنترول نيو حامل نيو بارت عادي هنلاقوه تحول الدخم التاعي ليه ملي متر من تحت فهنشتغل مني كل مرة حاجة عامل كنترول نيو حامل ملي متر طيب لو عايز احاولي المتر اتكه على تحت او اتكه على ايه على المتر كده ونحاول كل المتر طيب انا مش كل مرة حابده اعمل نفس الحكاية دي عايز اعملها على طول مرة واحدة على طول وصلت بقصد يا جماعة طيب دي بتتعامل ازاي احنا اول ما فتحنا بصول دورك في الاول خالص فاول سيشن خالص ويقولت لكم لما تجيب التحوق اعملوا بالملي متر ايضا طيب انا اتكه على ملي متر فانا ميجي هنا اتكه على ادفانسد اتكه على ادفانسد هيفتح لي شوية حاجة هيفتح لي اللي هيه البارت دي عاملة زي التمبلت موجودة في البرنامج التمبلت اللي هي كصيغة محفوظة في البرنامج نفتحها كل مرة احنا اول مرة كنا محفظين البرنامج بصيرة الملي متر. وصل لكم يا جماعة ولا اشي وصل لكم. طيب فالبارت دي محفوظة بصيرة الملي متر. فانا عايز اعمل تمبلت جديدة بصيرة المتر او بصيرة الانش. وصل لكم يا جماعة. طيب. فعايز اعملها حامل ايه? حامل نيو بارت عادي جدا. وهقول له اوكي. هخليه برضو البارت اللي هو الملي متر. قول له اوكي. وحاجة احولها من هنا للمتر. او بالانش زي ما انا عايز. خليها مثلا متر. بعد كده الحاجة اقول له فايل. سيف از. وحدخل على الباص ده. الباص ده اللي هو ايه? قبل ما اخش على الباص هخش على مايك كمبيوتر. معلش هي خطوات كتير شوية. تمام? اللي عايز يكتبه يكتبه. تمام? قبل ما اخش على الباص الموجود. هخش على مايك كمبيوتر. اخش على الورجانايز. واقول له فولدر اوبشن. واقول له view. واقول له show hidden files. ثاني. قد الوقت عايز اسيف تيمبلت جديدة بالمتر. تمام? فحعمل. فحخش على الباص ده. الباص ده موجود في الهيدن فايلز. هقيم حاجي من فوق من الورجانايز. هخش على فولدر اوبشن. وبعد كده view. show hidden files. قوله اوكي. بعد كده حاجي على الفايل بتاع الصوليد وورك. وحدخل على الباص الموجود ده. مايك كمبيوتر. تمام? c. program data. موجودة هي hidden file. تمام كده. حاجي بعد كده الصوليد وورك. صوليد وورك. تمام? هنلاقي في فولدر اللي هو صوليد وورك 2010. خش عليه. تمبلت. خش عليه. تمبلت. خش عليه. وابدأ اسيب البارت ده. اسيبه ايه؟ اسيبه مثلا الميتر. واسيبه بسيوة بارت تمبلت. وصل لك كما كل ده. اقول تاني. تمبلت. من اول جديد خالص هو. من اول جديد خالص. انا لما يجي اعمل control new. هي كده عادية. اقول لبارت. هتلاقي الواحدة من تحت ملي متر. تمام? بعد كده هقول له file. save as. بعد ما اعمل show hidden files. اخش على my computer. اخش على c program data. تميم متر. بعد كده صوليد وورك. بعد كده صوليد وورك 2010. بعد كده تمبلت. وابدأ اسيبه مثلا المتر. تمام? واسيبه بسيوة بارت تمبلت. بارت تمبلت. بسيوة بارت تمبلت. بسيوة بارت تمبلت. وقول له ايه؟ واقول له save. ايه. انا اسيبت البتاع ده بارت تمبلت بالمتر. تمام؟ بعد كده لما يجي هقفل السليدور كهوه الوقت لما يجي هقفله خالص هقفل كل اللي كنت فتحه وعمل نيو عادي هاجي على ادفانسد هلاقي يظهرلي اللي هي بتاعت المتر هقوللي اوكي يبقى كده الفايل بتاعي بالمتر اصلالكم معي كده لو عايز اعمل كنتور نيو يعني لو اتكيت على البارت البارت ده كان اللي هو المليمتر عادي بتاعي اقوله اوكي هيحاولي اللي هو بتاع المليمتر هالي اصل ما من تحت على المتر بتاعي لما انت في الاسملي كل شوية هتبدل تعمل مثلا لو عايز ترسم خمس ستة حدات تعمل كنتور نيو هتقاط تبدأ من جديد هتبدأ بتحولها من تحت بس انا حمسحها علشان ما تتزوينيش لانا عشان غير اطلب من المليمتر بس او اصلالكم الفجرة بس او اصلالكم الفجرة او اعمل كده من الترونز و بعد كده من المليمتر دي نفس معنا و بعد كده ما تيجي تعملي كنتور نيو بتتغير معك بس دي نفس الطريقة بس دي كده علشان انت بأثبت معك على طريق من الاول خالص كنت تشغل بالطريقة دي فاتش عارف الطريقة اللي هي بتاع البارت المليمتر و بعد كده ما تتزوينيش هي موجودة تحت عطول موجودة معك موجودة موجودة مع ايت تحت على طول هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هلما من دلوقتي عرفت الفكرة كيف يا جماعة ؟ فاندلوقتي بس الحامسة اللي هو اللي هو التيميليت اللي كانت عامله ده لشان مزوجينيش خلص فناني شغال كله بس ديه بالمليمتر تمام ايه 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 لا انت حتبت لكل بقاطة ادراف مين بحال الي عندي منا انا قد اترى هل اطرب انا في مياه تعام لدي اكدا اول حاجة اقولها اللي هيا احاول صغط الفوال بتاعي تعام شوف تاني حاجة الهاي فتعت الهول ويزارت اللي نعم نسبناه المرة فتت الشيء اعيد الرب اخر حامل الرب من اول وديد حاجة بقى حاليه ايه المتر خلصت شلت من عندي وبعت بارت عادية خليانه كده عادية و اقول ايه اوكي حافظة اعيد الرب من اول وديد الرب زي ما قولنا لازم يتعمل على حاجة حرف ال ال تمام بابين اثنين بلاتس موجودين مع بعض انفعش يتعمل الرب مع سطح ستو هنا تمام فحاجة يحامل بلاتس كده مثلا حط الرب انشاء بتاعتي عادية و اقول اكسترود وابدأ اعمل سطح تاني عليه من ناحية دي مثلا كده اقول ايه اكسترود مثلا حاجة بالشكل ده تمام الخطوات اللي بنعمل بها الرب كالتالي كل مرة بنعمل نفس الخطوات تمام حاجة احدد مستوى موجود بالزبط في نص السطح ان انا عايز اعمل الرب في نص السطح فحاجة هعمل الرب في نص السطح هقول له بلين واحدد الوجه ده هحدد الوجه ده واحدد دراجة التاني هيحط لي بابة بالنص ما بينهم بالزبط هقول له ايه هقول له صح هبدأ بعد كده ارسم شكل الرب او شكل الخط بتاعه حاجة اعمل سكتش على السطح ده او البلين ده وهقول له نورمال على السطح وهبدأ اعمل الرب من النقطة دي النقطة دي تمام كده اوه شكل الرب بقى موجود اقول له افزت سكتش ستقول له هتفضل رب حيبدأ غريب بجوم يعامل olursريب هتفضل ربب عايزه سطح البحرية التانية ها اصبع له فحاجةwerk من الدكلة وشكل الاجاتب ٥ 늘 Martin علي اقول له ايه و الحاجة هتفضل ربب و الكده ب Musik هتفضل ربب هتفضل ربب هتفضل صح ستتطر ربب افزت سكتش انه احضر سطح اضع الباخر واحدد pipes أصبح اقول له مثلا ليه الريب من الناحية التانية بس او خليها ليه من الناحية دي بس للسكنس اللي انا عايزه اقول له ايه و اقول له صحة حاجة بعد كده اعمل هايد للبلين ده لان ايه خلاص مش حاجة ده كده كان شكل الريب اللي بتعمل الريب اللي بتعملش على سطح سطوني اللي هي الرسمة بتاعت المرة فاتت طب شوفها بالمرة اللي هي الرسمة تعملش بالريب تعمل ازاي بس الخاطوات اللي انا عملتها بها أول حاجة بدأت أرسم سكتش من تحت بشكل البروفايل الموجود تمام يا جماعة بعد ما رسمت السكتش بتاعي أبدأ أعمل له أكستروجا بعد كده أروح تعمل السكتش من هنا كده أعملت له أكستروجا و أصل لكم أعمل تلزل ليه؟ علشان ما ينفعش أعمل ريب مع سطح استوني هتيجي تعمله ريب مع سطح استوني مش هيردى يعمل دي كده كده الخطات اللي عملنا بها الرسمة دي أعملت سطح من تحت أعملت له أكستروجا و عكا عملت نفس البروفايل أعملت له أكستروجا أصل لكم طبعا السطح اللي تحت أعملت له الحوضة بتاعت الستوني اللي أخدت بالكم هتلاقوا تحت أعملت حوضة بتاعت الستوني أعملت دايرة من بره واحتمالت لها قط ليه؟ الستوني اللي عديد والخطين دول أصل لكم ولا مش أصل لكم هتلاقوا 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 لكم هقول له مثلا ان Friday سأُعجل الفتحة كلّها تكون م m 10 و ممكن m 12 أو m 5 هل عنزل بتحت هب VI ممكن اضجо لو ايضا يضل أو إيضا ممكن ال дополнitat المئة متهمنين اي square اوف اقل مطعملة نعملي فتحة المصمار بحيث ان بعد كده ممكن في الاسمبلي لو جبت اللي هو المصمار من الزين العبرين على جنب وحطيته هو هو المخمسة هيخش في الفتحة دي قطول باللايه بالستاندر بتاعته هنجرب نعمل مصمار تاني هاجي هافتح النوع المصمار ده ممكن ميكونش فيه اما عشر ما يبقى النوع المصمار ده مفوش اما عشر هاجي انا عايز احط المصمار في النقطة دي احطتك على الهول وزارت بعد كده احطتك على السطح اللي انا عايز احط في الفتحة التاعته بعد كده احط المصمار بتاعي احط مثلا هنا بعد كده احقق من نورمال على السطح وابدأ احط له ديمانشن خلاص اكين احطت له ديمانشن دلوقت احطي له صح تمام احطي له هو احطيه ال ديمانشن خلاص احطيت الديمانشن ارجع تاني للتايبة بتاعي الطيب ارجع التايبة بتاعي الطيب احطي احطي هاخطي اطراح المصمار المصمار اللي هي و اخطار لو كان مثلا بالانس او اي حاجة و اقول له ممكن طيب بتاعه لو كان flat head او overhaul head الحاجات اللي هي الانواع بتاع المسارين اللي عندنا الحاجات الstandard و اقول له الصايد بتاعه او عايزه مثلا M5 اما ما اخليه M10 المرة دي تمام النوع المسمار ده ممكن ما يكونش موجود لحد الاخر تحت خالص ممكن مثلا يكون طوله مثلا 3 او 4 ميلي و اقول له مثلا بدل اسلوب اول اقول له blind و اقول له خليلي الطول بتاعه مثلا بدل 6 او كده خليلي مثلا 5 و كده مش هامجولي الاخر تحت خالص فامين قصدي جماعة اقول له ايه اقول له صح هامل لي او فاتحة المسمار بالاسلوب اللي كان معين بتاعه بكل حاجة بتاع المسمار ده بالبونت بتاعته كميل من تحت باصلالكو الفكرة بتاع الغلوزر الحيطة دي هتفتنا نجمت جدا و احنا بنعمل بعكال اللي هو الاسمبلي هنجيب المسمار هنخطه هنا هنخطه في البونت بكل حاجة بكل حاجة ايه ضغطة ضرار واحد حتى عايز جرابه قاعد او لا جرابته نخمي نخمي نشوف الريفولف مستخدمه خالص انا بل كده لأ مش الريفولف مستخدمه خالص وعندي بلين فوقي مثلا كده مثلا مرسوم عليه برضو دائرة تانية مثلا اصغر منها شوية مثلا حاجة لمنظر ده شوف امرو اللوفت ده بيعمل ليه حاجة اتاك على اللوفت هتاك على السكتش اللي فوق هتاك على السكتش اللي فوق هتاك على السكتش اللي تحت بس هعمل لك منظر زي هعمل لك مثلا مثلا حاجة زي كده لو ايه اكنه بيلفف لك الجسم لحد ينزل الجسم اللي تحت تباهمين الامر ازاي ممكن اعلع في النقط ده خليها مثلا كده طبعا دي بتبقاش بقاش محكم بديمانشن معينة او اي حاجة الحاجة اللي هي زي الحاجة بتاعت الارباسكو حاجة ما لاش دعوة بديمانشن او دعوة باي حاجة بس بيطلع او شكل كده وخلاص تكون مثلا زي حلية مثلا كده فاميم انت عمل ازاي جماع ايه ايه لوفت ايه اعمل ايه زي سكتش بتاكبع كعل سكتش اللي انت عملوه والله هو السطح اللي تحت ايوا ايه ممكن تلعف اللي هي الدوائر الخضرة دي حيث مثلا يديك شكل معين انت عايزة او اي حاجة طبعا الحاجة تبقى من غير ديمانشن من غير اي حاجة عندنا خلصة تمام دي بس يديك شكل زي حلية موجودة مثلا فاميم الفكرة جماعا دي كده كان امر اللوفت اللي كان موجود شوف اللي هو السبيرينج شوف ازاي نقدر نعمل السوستة او السبيرينج على السوليدور تمام هدى عندنا مشكلة حد دلات يا جماعا سريع شوية انا طيب السوستة كنا نعملها ازاي كنا نرسم دايرة في الطب لين نطلع بيها لفوق صح؟ نعمل سبيرينج معي حاجة ارسم في الطب لين سأرسم دايرة دايرة خطر بتاعها اليابن مثلا هكي هقول له صح هقول له اجزت سكتش هكي هحاجة من هنا من فوق هقول له كربس هكي هكي هلكس اندسبير تمام بعد كده هنلاقي عمالي زي زي الانديكيشن للايه هنلاقي هنا على جميع اول حاجة بيقول له انت عايز تعمل توصف يده بايه بالبيتش و الريفولوشن بالبيتش و عدد اللفات ولا بيتش وبيتش ولا عدد اللفات معينة يعني بالبيتش Hern revolution و ممكن بال learner استعمل بيتش و قلف البيتش ممكن بال learner الممكن بالенерica ممكن بال 유튜�هي واللطوات و ممكن بالتعلم ابيل راي stored ممكن باللمداد كده كده البيتش مثلا ستين والريولوشن مثلا خليها عشرة هيقول لي هيعمل هيلك بيتش ستين وعدد اللفات عشرة ممكن نقليل البيتش شوية كده كده عمالي بيتش عشرة وعدد اللفات عشرة أصلاح لكل فكرة جماعة أصلاح لكل فكرة برسن دايرو بعدين مخرش على الكيروس و ellos فنصرح بالمضافة و هو بيقولك دلو بالاقتل انت عمل وتشعر و هو عملي بتش عشرة وتشعر عشرة و وصلها لحده مخيض كده اختار هاي عند رفولوشن وأقول له ان الهاي بتاعته 100 والريولوشن بتاعته 10 اللفات فكده سيوطح لك ارتفاع 100 وعدد اللفات 10 هل تفهمين الفكرة جماعة ؟ انا اريد دلوقتي احنا كده كده المسامير هنجبها من بيزان لباري اريد ارسم مصمار و اعمل لووز بتاعوه اريد ارسم مصمار و اعمل لووز بتاعوه لا لووز بتاعوه هكده لان اعمل اعمل ارسم ارسم مصمار مصمار طيب بعد كده و بعد كده ادخل الهيليكس طيب بعد ايه سويف كده اعم اجرب اصلاك الفكرة الاولى عن اعمل ايه انا اعمل مصمار و احرسم عليه هيليكس و احرسم دايرة و اعمل اسويف كده اتبا كده احنا اعمل الوز بتاعوه اعمل احنا اعمل ابدأ اعمل المصمار امش لازم مصمار نعمل ساموله اخلص كتر بتاعها انا اعمل اعمل انا اعمل انا احنا اعمل 70 و الارتفاع تحت 30 اعملها اكسرود كت للاخر عني بس ان نسموها بالمنظر ده عايز اعمل الالغاز بتاعها من جوه كده كده احنا الحاجة دي احنا نجيبها من دزان الليبرل تمام بس افرد مثلا عندك شافت انت بل اسمت شافت وعايز تعمل الالغاز بتاعها هتعملها الزيق انت عندك شافت في دزان الليبرل اصلتوا يا جماعة هبدأ اعمل اول حاجة احرسم الاسبرينج اللي هيعمل بي ايه ستوروتوت او حيعمل الوال شكل بتاع الاسبرينج احاجي احرسم مع الساطح ده مثلا اول حاجة احنا قلنا الاسبرينج بترسم بدايرة ايه دايرة اقوله اكسرود بعد كده احاجي لو حد واقع مني يفخي وخطه يقول على الكربس اقوله هلكس انت سبير اقوله اعكس لي الاتجاه احنا نحن نحن اعكس الاتجاه هقوله ريفرس د درجشن هاختار بايه هاختار اللي هو هو هاي ام ريفليشن احنا نحن اعرفين ان الهاي كنت عامله تلاتين تقريبا تلاتين وخليلي مثلا الابعادر مصر عشر لفات هاختار ها اقوله ايه اقوله صح ها دلوقتي هوا عمل لي سبيرال من جوا بعد اتلات عشره ارتفاع بتاعوا تلاتين خطوة اللي جاية ايه؟ خطوة اللي جاية اني حبدأ ارسم دايرة وعمل لها sweet cut على اللي هو رجوشن دا كله على هذا البيترال دا كله وصلها لكم حبدأ ارسم دايرة ازاي؟ او ارسمها منين حبدأ احدد بلين اللي ارسم عليه دايرة صح؟ تحقل رفلان جيومتري بلين حبدأ احدد انه بلين با هاي بلين من الفور؟ مهم دلوقتي انا اعجب بلين فحاجة من المظاين سريمنا على جنبنا عندي او التلاتة بلين رئيسيين صح كده؟ احدد بقى نو بلين هاي فين اول البلين اول الاسبيرال اول هو نقطة ايه صح كده؟ دا اول انا هحدد مثلا فهنحدد اللي هو الريدلين اللي مش هينفع الطوب ولا هينفع الفرونت نوع الريدبلين هفدأ ارسم دايرة على جنب من هنا هابصلا جماعة هفدأ ارسم دايرة في الريدبلين منهمة هفدأ ابقى عمل لك صوت خطر كبه كام؟ وما رفعش معاني الريدبلين يبقى ايه؟ بس الريدبلين هيتعمل من اول النقطة دي؟ فين اول النقطة؟ تمام؟ انا الكتب والنقطة فاجبعيلي عبية تمام؟ اقول له صغر خلاص؟ انا دوقتي حطيت اول راجل هنا حد اعمل سكتش عليه هعمل دايرة حسنا حسنا بدين غلط وتقريبا كان فرونت و وكذا فرونت دايرة صغيرة خالص هاولوكز اتسكتش و بعد كده هعمل سيركوت اختارتها الدايرة و بعد كده اختار الباص بتاعها الباص اوه اللوه الهلكس اقول له صح حد اعمل لعبية اوهد من جوه تشاهدين اقول له الخطر الذي هي الدايرة تشاهدين لماذا اختار الباصطة اختار الباصطة من جوه ان اختار الباصطة من جوه وصل الى كده و اجرب الم شخص اختار البصور أحوالي و كده ذات الباصطة لساس يمكن ان اخذاء الباصطة من زيادة البياري رائة الناس ان شاءالله القطة جداً عطول فقط لو عندما شاوك أريد أن أفعله أريد أن نفعله فأريد أن نفعله ونفعله السلطان 30 نرسم حول الدائرة سأقوم بساطة كثيرة إذا أريد أن أقوم بقيته أتطلق هنا أقوم بساطة لحظة أقوم بساطة لحظة أقوم بساطة لحظة 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 مكان بدل ما اتعلق لقوة يعني قطاعها البر هذا اعملها اللي بتاعه ممكن اعملها لتحت اخرى بدل ما اعملها لتحت ممكن اعملها فلازم احدد بلين ستحل تحت ستحل فوق ستحل فوق ستحل فوق من الحية التحت من الحية التحت وصلة اعمل في المشاكل مرحا اشتركوا في القناة 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 انتكى عليه من هنا اقول له في startup لايه startup؟ علشان كل مرة كل ما افتح ال solid work اقول له ايه اقول له اوكي ايه toolbox اتكى على toolbox من هذه النحية تانية علشان افعلها من نحيتين اوه اشغلها دلوقتي اوشغلها في كل مرة افتح فيها ال solid work اقول له اوكي من تحت بعد اقول له حاجة من الجنب هنا افتح الليهية زان لابيرو تمام وحاجة حنلاقي التول بوكس موجودة عندي علي جنب تمام كل معي كده دابل فليك على التول بوكس حيبدأ يحملك التول بوكس التاعه تمام وصل معي حدوتي حد لسه مصرده فليكذوesc مندسةicha بفتح تاختي بهت отдых اختر عن ناحيتين التول بوكس الموجود على الجنب بالتول بوكس موجودangan ارسلت ونعمل نضم ونصلر نضم وقangers شاعر ترى نضم ونصلر نع نستعمل نضم كماخر نcies نستعمل ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دلوقتي اством اضع ايضا اختاره بالللي هو بالدن اختاره بايزو موما مثلا هنختار اللي هو انسيمترك هدول كليك على انسيمترك من هنه او من تحت هيفتح لي كل حاجه موجوده في الطول بوكس بالانسي مترك هيفتح لي بيرنج هيفتح لي بولد انسكرو هيفتح لي النط هيفتح لي لورنج هيفتح لي الباورترانسلاشن اللي هي الجير سيفتح لي الرنج اللي عاملة زي الكليبس دي ويفتح لي الوشر دي الحاجات الموجودة عندي في التول بوكس بتاعي في التول بوكس بتاعي السوليدورك في الحاجات دي كلكم وصلتوا الى الحاجات دي لحد دلوقتي هنشوف مثلا دلوقتي هنعمل النهاردة هناخد اللي هو ازاي نحط مصمار ونحط الجير نحط سامورا او مصمار وجير رو بيع هنشوف الاغلب عنه فهدلوقتي اعيز احطه مصمار دبل كليك على البولت انسكرو دبل كليك عليها هايقول لي انت عايز نوع المصمار بتاعك ايه اكسانو الهد ولا ماشين سكرو ولا ماشين سكرو كوندرس الحاجات اللي هي تاعت المسامير اللي هي ايه هاختار مسلا اعيز ايه اكسانو الهد اكسانو الهد دبل كليك عليها هيفتح لي اشكال الهد اكسانو الهد هقول لي مثلا هاختار واختار منغير الهد اختار مثلا اول واحد اللي هي اكسانو الهد اختار منغير الهد اختار منغير الهد تحديث اخشوه في الهد واحد كده هنجولي اما عشرة تمام؟ هقول له تحت شوية اللنس بتاعه مثلا بدل 14 اقول له مثلا اللنس بتاعه تلاتين تمام؟ عن السريد اللنس بتاعه انا عايز السريد الالاوز مثلا بدل المسمر ده بيكون الالاوز في كله تقريبا فيه مسامير تانية بيبقى الالاوز بس تمام؟ فمنختار الالاوز بتاعه معين بس تمام؟ فيه حاجة اللي هي بقى سريد الالاوز بدل simplify اللي هو مش مبين لك اللي هو الالاوز بقى ابقين اعملها تانية واحدة كده هيعمل لك اسكماتيك للالاوز بس ايه؟ انت كتلك انت كتلك وقفلتها اعملها وقتين تمام؟ ممكن بدل ممكن اعملها اسكماتيك هيعمل لك شكل الالاوز بالزبط ممكن اعملها 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 و اقوله بعد ان اخلص كله اندراتي اوه مختار اوه شكل الالوز الموجود بالزبط و ادراتي اعمال لي شكل الالوز بتاع المصمار بالزبط و اوه بالسطاندر بتاعه خلصت كله خلاص اقوله ايه اقوله صح سيبدأ يعمل لي كريشن للمصمار بتاعه هلا يبقى فتح لي ملف جديد فتح لي المصمار في ملف جديد هنا ممكن معاك اخذ المصمار ده اسايبه اقوله سيب كبارت عادي جدا باللواء ايه بالسيغة بتاع السلو دورك اللي هي اسمدر تي ممكن معاكه عشان ممكن استخدامه في الاسمج بصلالك الفكرة يا جماعة طب نشوف حاجه تانيه ممكن اقوله سيب اوه مش لازم انا ممكن لو جيت فتحت اوه فتحت لي الوقت اللي هي التابه بتاع البروري ممكن لو رجعت اللي هي في الفيتشار اللي عادية هنلاقي كل الحاجات اللي هو المستخدمه لرسم المصمار دي اوه دلواتي احنا جبنها جاهزة اوه ترسم ازاي اوه ترسم بالحاجات اللي على جنب ايه ممكن لو حد فيكو عايز يجروا معاه يفتح كل حاجه ويشوف اوه عملها ازاي تمام تمام اصبالك يا جماعة في حاجه تمام تمام نشوف نجيب مصمار تانية او نجيب مصمار تانية او نجيب نط تمام نجيب مصمار اوه نجيب مصمار بايه مش باللنس ده نجيب نط مثلا نجيب مصمار نجيب مصمار نجيب مصمار نجيب مصمار نجيب مصمار نفس الحكاية بالزبط اختار نقعة نجيب مصمار نجيب مصمار حسنا نجيب مصمار تمام وصلو لكم يا جمال حط الواتف ايه؟ واحدة بتديك شكل حقيقي وانية بديك سكريماتك جالة باحتلية هتعرف الفرق باية ما هي كده انا بقولك طب نشوف الجير وصلو لكم يا جمال انا متقلت عليكم النوردة نشوف الجير نشوف الجير باردو تول بوكس بس حاجي في الباورة ترانساماشا دابل كلاك على ايه دابل كلاك على الجير في عندي انواع جير ممكن استخدامه فيه هيليكال جير فيه انترنال سبير جير عندي راك اللي هو راك وبنيون عندي سبير جير عندي الستريدم في الجير نشوف الجير تمام يا جماعة فيه دلوقتي مثلا هيجي اجرى دلوقتي على الهيليكال جير والله هيتطبق على الهيليكال هيتطبق على كل حاجة ثانية انواع واحدة يعني اقول له باردو كليكي من عليه اقول له كريات بارد فتح لي افتح لي زيه بس لسه افتح ليش اللي هي البربيروس بتاعت فتح هالي تمام؟ بعد ان افتح هالي افتح هالي احط مرضه لالسحل السبسيكيشن انتعت الجير بتاعي هقول له الجير بتاعي ايه؟ هقول له الموديول بتاعه مثلا ام 10 هفاكرين اللي هو المديول اللي هو شكل السنة اللي هو السكينة اللي بتقطع السنة تمام مثلا كده ام 10 تمام عدد السنين بتاعته الديل قوله مثلا عدد السنين بتاعته 20 تمام كده عنزل تحت البرشر انجل كان عندنا تقريبا البرشر انجل 20 او 14.5 تمام اللي هي زاوية التماس مع اللي هي نقطة التلاقي بتاعها حاليها مثلا 20 زي ما هي اقل له الفيسويتس بتاعه مثلا 12 اللي هو السمك بتاعه اللي هو الجير بتاعه مثلا 12 تمام الهب لو فيه هب ولا مفيش بس قبل ما اعمل الهب اقل له اللي هو نومنا من شخص دمتر خليها مثلا ايه 10 خليها 40 هايزة بس تبان معايا كده مثلا بانا معايا كده مثلا بانا معايا هارجع تاني للهب هقول له مثلا وان سايد هكده هعماللي هب هب في وان سايد واحد بس وهو هيكون مثلا هعماللي هب من ناحية دي تمام اللي هو اللي بيدخل فيه الشافت تمام ممكن خليها بدا اخليها بس سايد من ناحيتين تمام نخليها دلوقتي نان بس خلاص ممكن لو فيه كي في في الجير ده اقول له مثلا كيو ايه اقول له مثلا ريكتانجل الرون العلم عندي دلوقتي خليها ضابة مصمار اخليها بس خلاص ساعد لك الفتح بتاعته تمام دي كي بس خلاص ممكن اخليها مثلا خليها من ناحيتين فتح من ناحيتين تماما الفتحة تكون لنسبة من الديامتر اللي هو كتر شفطه فهو كده عملاقلي الناحياتين اللي هي على زوية 90 تمام يا جماعة؟ وخلصت كده الاسبيسفيكيشن بتاعت الجير بتاعتي كلها احنا عارفين ان هو القتر بتاع الجير اللي هو البيتش سيركر الديامتر اللي هو الموديول في حدد السنان عشان ديع نستخدمها المرة جاية في التجميع احنا حط المسابة بين 2 جير مع بعض يجب الموديولي بقى واحد يجب الموديولي بقى واحد وعشان كده اخدنا اللي هو دزاين اللي هو عشان المرة جاية بكرا كده خلصت جير بتاعي اقوله ايه اقوله صح خلاص كده حطيت الاسبيسفيكيشن بتاعتي كلها اقوله صح اه دلواتي هاي سيصيبلي الجير ممكن بعد كده سيصيبه ايه كالسولد وورك فايل ابدأ استخدامه في التجميع ابدأ استخدامه في أي حاجة طبعا ده كده بيسيالي كتير او بدلا ما اقوم بارسم الجير طبعا انا مش عارف هرسم اللي هي على بريشر ايه وورا انا عارف هرسم اي حاجة اي حاجة اي حاجة ده صح؟ نشوف دلوات البرينج بس لما ايه يعمل الجير طبعا 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 لا طبعا اه بس اتفعوا بينا و...يهنج يا أما الـ ... لا...عمل بقيت ها تكون خطوات بكم المنظمة بينا اتفعوا اتفعوا طيب يا جماعة اتفعوا لا اتفعوا نقفل بس ده كده هتلاقيه QA هتلاقيه One Side أو Two Sides ايه؟ تتكعليه؟ يبقى ان انت نوع الجير ده منتعملش فيه QA تكبره لوه نمونا الشفت وتعمل دور شوية تكبره يبقى هتلاقيه نمونا الشفت وتعمل دور شوية هتلاقيه نمونا الشفت وتعمل دور شوية هتلاقيه؟ هتلاقيه؟ هتلاقيه من ناحية واحدة من اثنين اعزاب السعين زي انا هتلاقيه الليلة هتلاقيه مايد بحديتلقم اه هتلاقيه مايد بحديتك في مكان مايد بلس كده كده دايرة اسيسم هتلاقيه من الجانبنا في السعين للبيري هتلاقيه الليلة بيرينه هتلاقيه لاشيء ممكن اضع بول بيرنج اضع رولر بيرنج تمام استريبا التيبر ده مش موجودة ولا موجودة اه فيه سراسة بول بيرنج تمام خليها الاول عادي بول بيرنج تمام مثلا اجي اعمل كرياشن لده احبدا اضع الاسبتسفيكيشن بتاعته اول حاجه البييرنج احنا كان احتمال LO. الطريقة هي الهاد بيرنج في الاعتمال الاعتمال احد اضع بведه امر وع encountered اركم العادة امر و watched الاعتمال اللطى 100154 اريد اركمال انا جدا didn't think you could use ادي PA المهم بلء ايه الوحيد يتعلم ايه اره اروفش ايه مساح اره او اسر لا المفروض ان احنا يعرفون ايه عند الان اعرفته و حالك هي 5 دي قتل منوزة في ديكوه عندما اروحت ذكرتها فهو الوحيد يتعلم ايه حاجة كويسة المهم اخطار اللي هو زائز البرين كمسلا كده اختار اي مرحب معي معين معايا عندما كده كده اختاره مثلا اخترت ده فهيديك الي هو الاسميسفيكاتشن تحتيه بدلا ما انت توقع تحسيبه انت اخترت الرقم ده الرقم ده بيعبر عليه البر بتاعه اربعة الي هو من كتر بتاعه تعريبا اربعة الي هو الشافت بتاعه الاودار بتاعه بتاعه بتسعة تمام؟ سيكنس بتين ونص ده كل ده يجي من الي هو الرقم ده تمام كده بس تقريبا اللي هي اللي اربعة يتضرب في خمسة يجيك اللي هو خطرة شفت من هنا هنشوفها دلوقتي بعد كده بختار عدد البلية اللي موجود جوه خليها مثلا عشرة وممكن اخليها ايه كله بلية من جوه تمام هي اقل حاجة عشرة انه دلوقتي بيضع لك اقل بلية موجود تمام ممكن كايدج اقل كايدج من جوه ممكن اقل كايدج ممكن اقل كايدج ممكن اقل كايدج اقل كايدج اقل كايدج احنا كنا ده كان كام كان اربعة وماذا بيجي تحت هو المفروض بفتحها لكايد دلوقتي حد فكر كان ان اقل قد من جوه كان كام اربعة تمام تماما جماعي هيتية البيرنج 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 انا بديك الاندكيشن بس للبيرنج بس بني بيي ليففش بني بي ليففش بني ليففش قبل حد الوقت انا ملف في تغوش انا لما بيجي احطي بيرنج بحطي بحطي شهط و الف بس اللي هو بوره ده يديني بس انتكيشن اللي هو بلفه بصراحة مجرد تغوش تمام عشان انا المفروض اللي هو ده المفروض كان يلف مثل مش عارف ممكن انا مراح بيتي ان شاء الله النهاردة احاول اخطها في الساملي مجموعة معي انا احاول اللي هو ده المفروض يلف احاول اشوفها ان شاء الله لو كده ايه تمام جماعة حد دلوقتي احنا اخدنا هو دزائن اللي بيري كلها اعتبر اخدناها الحاجات المهمة اللي فيها حد عندنا سؤال فيها المفروض باكرا ان شاء الله هنستخدم هنعمل ميت لجير معين فلازم نستخدم نزائن اللي بيري لازال هنشوف كده هنشوف كده هنحط مصمار مع سامولة ونلف في المصمار مع سامولة بحيس ان كل خطوة يطلع فيها السامولة مثلا تطلع واحد ملي ايه تمام ايه نربط طيب نشوف حاجة تانية هنكت نشوف اللي هي اللوحة بعد طلع اللوحة السحر او كان في حاجات كتير كنت عايزة اقول تانية بس هنشوف دلوقتي اللوحة ايه 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 طبع اnej اصطل اanz طبع اعطل اصطمن في اضاف اضافت MAN اصطمت في الابعاد طبع ابل وهتجد تعيط اصطل اضاف pay و عن طبع ابل ف実م ابدا اصطل اول ا1 لها بس اول اصطل اصطل اصال ال sorry اصطل اشتاحه فêter اصطل لي الس CBS اصابت Bruce جدوة الجدوة لا انا احشيل الجدوة سوف اضع الجدوة لأسهل تاني كنت بكرا ما اقول ما احصت نعم طيب احضت البرت بتاعي فاجي هنا اقول له براوز من على الجن اولا اول حاجة القائمة اسمها موضل ايتم موضل ايتم دي لو كانت مش موجودة عندكم بتفتحوا الخانة بتاعت البيولي اوت من فوق بتختاروا اللي هي موضل ايتم دي لو مش موجودة اول ما تفتحها المفروض حتى بان موجودة معي تختاروا براوز تختاروا البارت بتاع انا دلوقتي هفتار البارت بتاعي لو حد مسايف عنده اي حاجة اي شكل ممكن يختار اي شكل او خلاص اول ما اختار البارت هيفتحلي بقائمة تانية على طول تمام كده وحبدأ ممكن انا احط البارت اللي اتكيت هنا هحبدأ احط الالي فيجين بتاع البارت بتاعي بس كده مش حابدأ مش حارف احط السايد فيو وصله لكم حانزل تحت شوية تحت 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 تحدي ضغط ثنا سادس هنا التكة عليها ضغط كلها واحد كده كويس معي شوية وصلت لحد دلوقتي يا جماعة هي خطوات سابتة وسهلة لا يوجد حيال حط لحفوق ثاني دلوقتي دلوقتي سأبدأ أضع الإليفيجين بتاعي تك هنا كده سأبدأ هنا هو إليفيجين اهو تحط حاجة هنا على جنب سايد بيو صح كده انزل تحت بلين صح كده يضيك ايزومتريك كده ايزومتريك كده ايزومتريك كده اعيزه الشكل ده مش عايزه الشكل ده فهاجي احطه ممكن احطه كده هنا وخلصت كله خلاص اقول له ايه اقول له صح ممكن مع كده اسحب ده احطه تحت اه تمام انا بس باسحب الموصل لو حد نسيب اي بارطة عنده او ممكن تعمله بارطة بتعمله تمام 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 او نيو عادي او نيو دروين افتح لي قائمة اقول له ايه فورف اوك اختار بعد كده البرت بتاعي اقول له البرت بتاعي او بقى كده هلاقيه هنا من الساحقة كبيرة هانزل تحت هقول له يوزر ديفايند على السكيل هقول له مسل خليلي سكيل واحد اثنين كده كويسه معي شوية تعم هبدأ بقى تاك تاك هنا كده احطت الافيجن امشي على جنب تاك تحت تحت كده اقوم بقى ايزوماتريك انا اسور داه نحن اخد داه احنا نتحدث هدلواتي هدلواتي نتسعة تسعة او او ممكن احطه انا اعايز احطهم هنا بس كده هبابره الورقه اقول له صح وارده اتسحبه على تحت تمام لحد دلواتي لا تحبه يا كده احبه سوف أعطيك علامة اللي هي الـ تمام؟ هنبدأ بنا نتعامل مع اللي هي الأوجه اللي الموجودة معي تمام؟ هتعمل مع ايه؟ هاجي من قائمة الـ View Layout من فوق هنلاقي ديك خاص بتاعة اللوحة اللي أنا بتاعتي تمام؟ ايه؟ اعمل صح؟ لا انسى وانش، ما افتحت بس الشاك طيب؟ عايزي بقى؟ عايزي بقى؟ عايزي بقى؟ هتلاقي تحت Use Scale انزل بتاعة هتلاقي سكيل تحت 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 هتلاقي سكيل ايه؟ تحت 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 هتلاقي سكيل ايه؟ لا اعمل Use Custom Scale تمام يا جماعة؟ فانا هاجي هفتح التابة بتاعة الـ View Layout من فوق هفتح اللي هي الخواص بتاعت اللي هي اللوحة بتاعتي هنشوف الخواص دي ايه؟ واحدة واحدة كده مع بعض اول حاجة اللي هي Standard 3 View لو كنت اتكيتها عليها على طول كان حيحطي لي Side View من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ تمام؟ هيحطه لي على طول من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ تمام؟ ثاني حاجة ايه؟ اللي هي الموديل ايتم دي اللي هو بيجيبلك اللي هو ليه؟ البارت اللي انا كنت مختار قبل كده ممكن ايه مختار واحد ممكن ايبتك على السهم ده يدخلني على القيمة اللي بعدها دي نيكس تايو باك ايه؟ القيمة اللي بعدها اللي هي ايه؟ الحاجات اللي فيها اللي فيها كل الحاجات اللي موجودة هنشوف بعدها الحاجات اللي موجودة دي كلها ان شاء الله دلواتي خلص بس اللي فوق الاول وصلتوا اول اثنين لحد دلواتي شوف بقيت الحاجة اللي هي Projected View Projected View لو اتكيت عليها انا كنتش عامل البلين اللي تحت ده اتكي على ده كده اعملوا delete بنعى الكيبورد نعم وقول له Projected View وعليز احط البلين اللي تحت طب Projected View لالبارت ده تحته وقول له ايه؟ وقول له صح وصل لكم كده ده لو كان فيه View جديد انا مش احطه ممكن اقول له Projected View من عن نحيا ده مثلا كده ممكن كده خليه مثلا نحيا ده كده وصولو لكم خليه كده مثلا وقول له ايه كده وابدأ احرق ده كده شوية وابدأ احرق ده كده شوية مثلا من احنا بصنا على الواجه ده من هنا مش هيظهر لي الدوائج لكن لو بصنا من هنا هيظهر لي الدوائج ايه؟ بفوق بقى مش تمام حسنا هي كده هنا نجيبها الوقت حي شوف بس اللي هي الوزوري الوفيو لو فتحت الوضع李 اطاكت عليها برده نفس الحكاية انا حمل عايزة شوف البارد منين انا عايزة شوف البارد من الوجه هذا هو كذا وصلوا لك يا جماعة انا عايزة شوفه من الوجه هذا تمام لو اطاكت هنا هقوله ايه مثلا كده وحلاق الخاصائي بتاعته من على الجامب بانه هو ده view A ممكن اخليه مثلا طب مثلا من هنا من على الجامب تب تب انتر وحيقول لك view top تمام اسكيل واحد الاثنين اللي هو اسكيل اللي انا كنتشغل به تمام وقال له ايه وقال له صح كده موجودة معي وصلو لك يا جماعة لحد دلوقتي امسح ده هو اخي view ده هو من تحت اين هو بس خالق من اللي هو مع الوجه ده عطول من الوجه المايل هو كده شايف من الوجه المايل تاني بص الوجه المايل انا هقال له افزله review واشوف هالي من الوجه المايل ده عشان كده لو لاحظت هتلاقي ايه هتلاقي شايف مكان البونتة من جوه تمام وصلو لكو حد عنده مشاكت اشوف اللي هي section view section view لو اتكيت عليها انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل section لل vision من ناحية دي كده وقول له صح وعايزه section الناحية ده كده هتلاقي سيكشن ممكن اسمي section مثلا section cc خليه سيكشن مثلا سيكشن ايه حاجة وقول له صح سيحامل لك section الناحية دي ممكن بقى قطع اي section على اي رسمة انا عايزة اقدر جيب section تحتها دي كده بتاعت section view فيه اللي هي detail فيه حاجات اللي هي مثلا ايه؟ انا عايز ازوم على القرنر ده قوي عايز اجيب كل حاجة في القرنر ده فاتك على detail من هنا فاتك ابدأ حاجة هنا مثلا كده ابدأ ارسم دايرة هو على طول اوتوماتيك بيعملك دايرة ابدأ ارسم دايرة واسحب كده على جمه انا دلوقتي كده عملت ايه؟ ايه detail دي ممكن اغير الاسم التاحة بدل دي اغليه اي اسم تاني اعيد كل دا تاني دلوقتي؟ ولا معايا مركزين حد واقع منه اي حاجة؟ حد واقع منه اي حاجة؟ حد واقع منه اي حاجة حد واقع دا تاني او انا بفتح اي وارد طيب بس الحد دلوقتي؟ نعم حتة detail view دي انا بعمل عايز اعمل زوم على حتة معينة تمام؟ طيب الفوضل اللي هي broken out broken section بس نمسح بس الحكاية مش عايز بها دا خلاص مش عايزه تمام؟ دا خلاص عرفنا اللي فيها تمام؟ خلي دي طيب فيه نشوف بس ال broken out section دي دلوقتي شوف ال break ال break دا لو كان عندي شفته طويل وعايز اقطعه كنا بنعمل في الواحي الرسم ايه؟ كنا بنعمل حاجة زجزاج كده نعتبر مثلا ان الشكل دا طويل معي حعمل break وابدأ اقطع الشكل دا حبدأ احدد ال view اهو وابدأ اقطع مثلا من النام مثلا دا كده كده وهقوله المسافه تجاب سايز ما منهم مثلا نخليان لي 5 وابدأ نحلل مثلا ممكن اخليها زجزاج ممكن اخليها ايه ممكن اخليها ايه حاجة اخليها زجزاج دلوقتي فكده اطعالي اللي هو الشكل بتاعي وصلتكوا يا جماعة كده فضل لنا ايه؟ فضل لنا ال broken out section اتفكي علي broken out section احنا عارفين ان الشكل ده كان فيه مصمار او كان فيه فتحة مصمار من نحيتي من جهة انا عايز ابين المصمار ده اي 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 افاكرين في لوحة الرسمي كنا بنعمل برسر سكشن كنت بقطها في حتة معينة بس بحس ان اظهر الحتة دي سوف نعملها ازاي دلوقتي و هتعرف قصد ايه هقول له broken out section و هيفتح لي على طول SP line هبدأ ارسم SP line مثلا كده ايه انا عارف ان هنا في حاجه بس عايز ازهاره SP line اهي اهي اقفلها هيفتح لي قائمة على طول يقول لي انت عايز تزر لحد عمكة هقول له انا عايز ازر الدايرة دي لفتحة المصمار دي و اقول له اوكي صح فكده سيعمل لي كده وصلت لك و انا كدت عايز اعمل ايه دلوقتي انا مش عارف ايه اعملها تاني الحتة دي اعملها تاني اعملها تاني عمكة المصمار انا عايز ازهر اللي هو اللي عمكة ده كله و انت عمكة على الصفحة بس عملت على الدايرة دي بس و هو يعارف انه اطلعت كله الجسم كله تحت تمام ايه كده الbroken out section لو انا عارف فيه جزء موجود و عايز اقطاعه عايز اقطع حتة معينة او اي حاجة دلوقتي يا فاضلي اللي هي ال crowd view طيب هنعملها برضو و نشوف بتتعمل ازاي و نشوف قصدي ايه بها اقول له crowd view انا مثلا عايز اقطع الحتة دي بس كده و اشيل الحتة دي و اشيل الحتة دي ماذا وصلو لكم طيب انا حتكيت على crowd view فهلازم اعمل profile اقطعه فحاجة على ال annotation حاجة على sketch قصدي و هعمل sb line و هبدأ ارسم مثلا sketch كده على طول و اتك ايه اتك انتف صح و ارجع ال view layout و اقول له crop تاني ايه 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 ممكن اعمل line ممكن line اي حاجة ايه انا عايز اقطع اعمل اعايز اقطع هنا تمام فلو اتكيت على crop دلواتي اتك على crop بيختار بيختار عني 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 لا انا عايز اقطع مساء لا انا عايز اقطع مش عايز الحتة دي كده انا عايز اقطع كده كده بس ازرها بس بس اه انت اه انت انت بيقول لك اي حاجة بحسب زي سكشن لا مش بروكن او سكشن فحاجة اتكيت على crop view من فوق بعد كده ايجي على ال sketch اقول له احرسم sb line و احرسم او sb line او اي حاجة انا عايز اقطع ده كده اهي 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 واقفل بعد كده اقول له صح وارجع تاني لل view layout واقول له ايه اقول له crop ايه طول مثل اصدق استخدم هذه الاوامر الاوامر ه motivating كلها فوق حد عنده مشكلة فأى اي امر منهم او هاو حد يش Yam hit, او حد مش لهم اى امر منهم كده كده انته هاتhini而بعة هكسته ايجي مرة وايجowed life لا ال precis لكن انتك واشتغع عليه في ال detail بس لا قصدي اعني اتقوبر دي مش اشتغلتش عليها لا في ال detail بس انا استغدامتها في ال detail بس طيب هنشوف بقية الحاجة اللي عايز اقوله عاد الوقت حطيت اللي هي الرسومات بتاعتي عايز افط لها dimension هابدأ كل واحدة بعد كده ابدأ امسكها احط لها dimension تبع ليه لا تمام هنعمل ايه حاجة على ال annotation من فوق من هنا فتجع على ال annotation حتلاقي الحاجات اللي هي بتاعتي اخط dimension احط centerline احط اي حاجة حاجة دي اهم حاجة فيها هنلاقي حاجتين اول حاجة اللي هي smart dimension وهنلاقي واحدة تانية اللي هي model item smart dimension اللي اتكيت عليها حد اخط مثلا اخط dimension من النقطة دي مثلا والنقطة دي نقطة دي والنقطة دي حط dimension كل واحدة تمام دي في ال smart dimension طيب ال model item لو اتكيت على model item وبعد كده هتك على view بس واقول له صح بس حسن اضاف لك كل دي حسن بعد كده اصبح اصبح الحاجة اصبح 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 الآخر لا اصبح 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 الآخر اصبح ال呀 اصبح 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 كم الحاجات اللي بقى يضعها لي على البيو ده طبعا البيو ده ايه حاجات التعطي الوقت بقيت قليلا شوية تمام؟ طب لو كده حطيت على ده مش هلليه حاجة حطيها و كده حطيلي على اثنين بيو خلاص مش حاجة حطيها نو ديبانشن اران انت نصفت طب يقع اسم ده مش عشنا عشي ده احنا عصا عصا يقع اسم لا ممكن كنا ممكن ايه اه اه ده ممكن اختار البلين اقل ديمانشن اختار الاقل في الاقل الاقل في الاقل الاقل في الاقل البلين تقريبا اقل حاجة الاول فكده ابدأ اثبت ده كويس وبعد كده ادأ بعديب شوية اختار ده كده طبعا حطيليه حاجات اللي كتموجودين فكده اختار حاجة بعد كده حيبقى هيا بقى زي المرة فات التابع يعني بقى زي المرة فات اقصلكم ايه تمام اتقط بقى تزبط بقى ديمانشن تاعتك مش عارف ايه الحاجات لو انت لو مش عايز تحط اختر من كده عايز بقى تزود هنا اثنين ديمانشن او ثلاثة او اي حاجة ممكن تحطها بسمارت ديمانشن او انت بتكتبها لطول ممكن احط مودي الايتم مثلا كده صح مش عايز الزاوية ديتبان معاي مش عايزي اروح بتك عليها وعمل لادلتنا تمام ايه في حد عنده مشكلة حد دلوقتي ايه 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 حاجات اساسا مش قوي هنشوف دلوقتي ايه هنشوف ايه 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 كده مثلا كله امسح كده امسح مثلا كده امسح كله فاهمين اللعبة الزاجة معه ابدأ امسح ايه كل اللي كان موجود كده امسح تماما جماعا بده امسح كله اعمل قبل اعمل بقى انا كريشن للتابل بتاعي فحاجي اعمل في الانوتيشن مثلا من فوق و ابدأ ارسم مثلا تابل معين ابدأ ارسم بقى تابل بتاعي مثلا او و ابدأ اقسمه زي ما انا عايز ممكن معا كده اختار اللي هي اداة اللي هي الكتابة راحت فينى لا مش لازم اختار الكتابة اعملت التابل بتاعي خلاص ومسلا اعمل صفوف و اعمدة و كل حاجة تمام تمام و ازبط كله خلاص حاجي هنا اعمل اعمل كليك يمين تاني على sheet 1 و اقول له ايه تك برضه على edit sheet كده انا خلصت و هنلاقي زهور للتابل موجود تحت تابل اللي انا كنت رسمه بالصفوف بالاعمدة بتاعتك كل حاجة صح كده اعيز اكتب فيه فحاجي في الannotation حاجي على النوت و اكتب مثلا اي حاجة انتر او برا تبكي برا خلاص حاجة مثلا ايه 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 من اللي هي هتلاقي موجودة على طول اللي هي هتلاقي موجودة عندك على طول هتلاقي مدغيرة هتلاقي موجودة تماما جماعة وصل لكم ان ممكن نكتب في التيبل ازاي التيبل انا هو متقسم صفوفه اعمدة ممكن بها كده ايجي في النوت من فوق وايجي على صف معين مسلا و رح كتب عليه ايه اتاك كده و ابدأ اكتب في الصف ده العمود ابدأ اتاك على العمود مسلا و ابدأ اكتب في السل المعينة وصلها لكو ولا مش وصلها لكو ماشي ماشي ابدأ ارسم التيبل بتاعي كده رسمته مثلا خلصت كله كده انا خلصت اوه التيبل بتاعي تمام كده افتح اللي النوتشن من فوق واختار نوت و ابدأ مثلا اعيز احط مثلا حاجة ايه هفتن مثلا ايه هفتن ايه هفتن ايه حاجة اتاك بره كده انا كتبت الايه هابدأ بعد كده اعمل التيبل بتاعي ازاي ما اعيز وصل لكو جمعا بعد كده لما ايجا اتضحى هتلاقي نفس التيبل بكل حاجة مره جاي ان شاء الله و احنا بناخد الاسمبلي هنلاقي التيبل ازهل من كده بكتير فاكرين التيبل اللي احنا كنا بنعمله اللي هو نختار اول مثلا صف اللي هو البولت بعد كده مش عارف ايه كذا 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 مثلا الاجزاء بتاعت المكنة كلها هنلاقي فيه امر على طول تك عليه يحطيلي كل الاجزاء اللي متجمعه فحطة اللي هي التيبل دي سيبكم انا المرادة مهم بس تفهموا بس بقيت الحاجات البقية حطة التيبل دي سيبها المرادة بمراجعة هناخد التيبل تاني في اللي هي في الاسمبلي ده كده حطة اللي هي drawing layout حدنا عنده سؤال فيها حان كنا عايز النهاردة كنت عايز ياخد drawing layout و كنت عايز ياخد حاجات تانية بس تعليبا حاجات تانية دي كده كده هتتاخد المراجعة حاجات تانية كنت عايز ياخد ايه مثلا ترابيط زي دي كده طول بتاعها 100 في 100 في 100 عايز من نفس الفايل خليها 50 في 50 في 50 في نفس الفايل تبقى 25 في 25 في 25 في 25 بحيس كذا برودت معي في نفس الفايل اقدر اتك على زرار او على حاجة اظهر له ده 25 في 25 اتك على حاجة ثانية اظهر 50 في 50 في 50 تفعين اظهر كذلك اغير في الاشياء اغير ايه شيء تفعين ايه شيء في الجسم من شرط يعني اغير ثلاثة ضرعات ثلاثة ضرعات اريد اجعلها بخمس ضرعات بدل معد ارسم من اول وجديد وهافتح له فايل من اول وجديد فقط ازرر له الشكل هذا الشكل لنستطيع ان نضع النار صعب ان هذا صعب ناخد اول طريقة من الطريقة الرعаться اختر جدا اختر جدا google سوف الفتح القيمة بكون ق이� ritual تختر جدا الاوسط ثلاثة ضرعات اخير 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 ان هصف نتبع التظاهر لان يجب ان يقوم بمعرفه مثلا ده 100 بس طريقة دي لازم نكون معرفة المعرفة للجسم مية في مية و يرتفع حذرا في المياه نعم كده كما أنا أريد هذا الشكل يبا هو هو بدل 100 , يريد 50 و 50 و 60 و 60 و 90 هل أفعله مثل ؟ أقول له insert table design table أصدرتكم insert table design table تاكي على design table هل ستجد تابل عندي؟ فتح تابل بها كده سوف اعمل تابل تابل و اقوله صح سوف افتح لي شيطة الاسل او شيطة الاسل سوف اظهر الارسالة بس الشاشة عندي صغيرة الشاشة عندي صغيرة هيفتح لي زي شيطة اكسل اضرب اكسل من فوق لو عايز اشتغل فانشن اضرب اجمع اي حاجة ممكن ان يختار كل حاجة المهم هنعملها ازاي حاجة هنا هنعمل الاول هيحدد له البارد بتاعي دي بل كليك هنا و اسفتح لي اليمينشن الي اقدر لعب فيه اتقام كده هاختار اول حاجة الديمينشن ده هكتب الي دي 1 و الديمينشن تاح اكتاب الي دميشن التاح و هكتب الي اختار الديمينشن التالي و زي اختار تلك ايه وصلت الهد الوقت وهو دلوقتي كتب الي الممتع وهو موجود بتاعي وباك اكتب لي اللي هي الديميشن الاولاني الديميشن الثاني الديميشن الثالث دي كانت ايه كانت اول خطوة اول حاجة اول اللي هو البيزيك سبتاتي طب اول design ليها فاختار مثلا second design هون مثلا second هكتب second وحاجة هنا على المية اكتب له مثلا 50 واكتب له مثلا 70 واكتب له مثلا 80 وحاجة اكتب له مثلا 3 design مثلا 50 خليلي مثلا 150 مثلا 150 خليلي دي 100 تمام جماعة خلصت كله خلاص ممكن احط بقى احط مثلا 100 اضرب عندي شي تكسل مفتح فوق عادي جدا عمل كل حاجة انا عايزي تمام خلصت كله خلاص اتاك برا بس اتاك كده هيفتح لي حاجة بيقول لي انت عملت first و second و third قوله اوكي عايز اجيبهم بقى اجيبهم ازاي حاجة من على جنب هنا هلاقي configuration manager اتاك عليها هلاقي second و third و default بتاعي الواقع او ديفول بتاعي هو الشكل او لو دابل الوقت على ال second هيفتح لي بعد الوقت على ال second ال second بالdimension بتاعته دابل كليك على ال third هيفتح لي the third بالdimension ايه بتاعته او لان اخطتها استقراته لا لا تمام تمام ابدأ اضغر اي واحدة فيه لو جاءت رجعت تاني للتابعة الفيتشار اعملت كلمة دي دي اللي هي المئة وخمسين في المئة وخمسين في المئة اللي انا اخير واحدة اعملت هتعمل اول وتسيف تلاتة بوص لا اعمل اصدقائي ان انا مزيفش اه حد عنده مشكلة فيها جماعة اعدها تاني اعدها تاني لو عايزة بخطي الموقف عن البوط ستاين اختار رجوعه وحيضافي من الفائمة بس دي بي الطريقة التانية اللي حنقولها المرة الجاية انها التانية خطواتها كتير فيه طريقة تانية يعني ده نبدأ ان نلعف البرت واحد الطريقة التانية اللي انا ممكن البرت ده عمله البرت زرولي مثلا احط لي مثلا فتحة هنا احط فتحة هنا احط لي مثلا احط لي جسم مثلا فوقي تاني بحيث ان نبدأ العب في الجسم ملعبش في الديمانشا اصلاكو ولا مش وصل الآن اصلاكو عن المريكة داه رجوعه اليكو growsلا سيضع برد واحد و لكن لازم افتح فتحة جديد اينا عاجد الفائل النفس الفائل لا فائل اتاني جديد فائل اتاني جديد الفائل بحيث ان اصلاكو يجب عليه السامن كل تانية الفائل إن شاء الله بكرة لا بس سيكا لاщо بدلا بسإنه سيكا حسنا دخل فتحه 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 هذا مرحبته فتحت معي اسم الموضوع انتهي كما هم مادريين اسم مرحبته حيبت انتهي ويقوم بتنزل مباشرة اذا كنت اضع دهات كثيرا ويقوم بتنزل مباشرة مباشرة نعم اضع ده اضع ده اضع ده اضع اضع ده من الوقت لا احصل ويقوم بتنزل اضع ده قد تحطي تحتوي لأنه يت bowl ويقوم بمثل السوار والمنحي رائع الاسمية لتجد من الاسمية وهذا ستجد ان تضغط تدري لتواصل المضافة جميع الاسمية فترد من الاسمية فهنا لا تتعادل المضافة الفائل اعمل فيه الاسمبل وانا بعمل انسلم تنزلي هلاني بقى البلوك انك منزلي بالconfiguration بتاعك باخر الconfiguration يعنى اذا دروقات الفائل محكم بالconfiguration ده سهلي بالconfiguration طبام لو اعيز الconfiguration تاني هنشوف بتعمل ازاي يعني هتعمل ستعمل تلك اي مين عليه وحتعمل اعمل الاسمبل مثلا تفتش سايفو على الاسمبل علشان لما天عمل الانسلم ممكن تروح ع الاسمبل و لو عايز وانت من جوة الاسمبل تستطيع تقوم بإمكانك حسناً جداً بكراً هل يمكنك مشاكلة اليوم؟ اليوم انا أخذنا الكثير أنا أعلم لو أريد أن يجرب أي شيء قبل أن يقوم يجربه أجد لو أريد أن يجرب أي شيء أنا لأقوم بأسفل لو أريد أن يجرب أي شيء يجربه السايمين اليوم لو تقدره تعمله تعمله يمكنك أن تعمله حتى هناك رسمة من الرسمات اللي عملناها تظلقوا لي اللوحة اللوحة اللي هي الموجودة رسمة رسمتين مش مشكلة ده كده كده نشوفه بكرا إن شاء الله ساعة خمسة بإذن الله تسس يا رب ما يحصلش حاجة في اليوم شاعة